دارنا لليوم زيدا متوجه بش يرصد كل ما هو فلاحي بامتياز نحكيه فلاحة لكن فلاحة بيولوجية اليوم مع سعادة الكريم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالفلاحة البيولوجية أهلا وسهلا ومرحبا بيك سعادة مرحبا بيكم بجميع مستمعي أفئام مشكور جدا على تدخل معنا سعادة اليوم الفلاحة البيولوجية خلنأخذ معك بعض الأرقام اليوم قبل ما نحكيه على مؤشرات على أرقام وعلى صديرات خنفسروا الفلاحة البيولوجية المعنى متاحة له والله مرحبا بيكم على كل حال نقبل كل شي نعرف بالفلاحة البيولوجية باعتباره أن المستهلك التونسي والمواثن التونسي عادة أن مزالة الفلاحة البيولوجية مجهولة الهوية في دونس ما تعطيش برشناس الفلاحة البيولوجية هي زراعة عضوية خالية من المواد الكيميائية يعني أحنا في الفلاحة البيولوجية ممنوع نستعمل المواد الكيميائية والأسمدة المصنعة التي نستعملها في الفلاحة التقليدية يعني نستعمل إلا الأسمدة المرخصة هذه الأسمدة التقليدية من غبار وكمبوست ومخلصات الحيوانات ونسعم الأدوية المرخص لها بيولوجية ثم أدوية بيولوجية هذه المرحصة لها الدول لكي نجب سعملها في الفلاحة البيولوجية اليوم سعاد الكماتين سيفهم كل ماهو منتوج بيولوجي راهو منتوج صحي أكيد هذا يمؤكد وأكيد نحكي مواد فلاحية بامتياز اليوم بطريقة الحال شنو الموجود مع أنت من حيث فلاحة بيولوجية من حيث المنتجات بالنسبة للمنتجات الموجودة حاليا في السوق واللي معدل التطبيق هي أساسا زيت الزيتون وزيت الزيتون يمثل تقريبا 90% من المنتجات البيولوجية التونسية ثم التمور ثم المنتجات العطرية ثم المنتجات الطبية ثم الزيت اللاتين الشوكي ثم الخذر ثم الغلاد المنتج متنوع الغاية سعادة الغاية اليوم من الفلاحة البيولوجية هل أنه الهدف هو تنويع المنتج الفلاح البيولوجي هل أنه الهدف هو تأمين تصديره على أوسع نقاط وإلا اليوم بمثابة التحدي للفلاح أنه يكون عنده مواد بيولوجية هو الهدف أساسا من الفلاحة البيولوجية في العالم هو مستقبل العالم الفلاحة البيولوجية يعني الفلاحة التقليدية أصبحت المنتجات متاع الفلاحة التقليدية أصبحت مذرة بصحة الإنسان باعتباره أنه أصبحنا نستعملوا العديد من المواد الكيميائية المذرة بصحة الإنسان وهذا الشيء ولا نعقوه نس كله ولا تعرف المخابر وتعرف الدول بحيث المستقبل العالم العالم متجحة لنحو الفلاحة البيولوجية الفلاحة الصحية الفلاحة التي تحافظ على البيئة وتحافظ على صحة الإنسان هذا ما هو شيء معناه خيار هذا يقول لنا حاجة أصبحت ضرورية في العالم أجمع بحيث أننا في دونس متجهين ويزمنا نتجه يزمنا نخذ اتجاهها هذا يباعتباره أن العالم أجمع متجحة على الفلاحة البيولوجية هذي إقرار ضمني أن الفلاحة التقليدية اليوم فيها مع أنت نوع من الضرار بين ظفرين بصحة الإنسان أكيد بصحة الإنسان والبيئة والحيوان ضر كل شيء فلاحة ما يسمى بالفلاحة العقرية كان نسمع وجهة نظر فلاح يعتمد الفلاحة التقليدية قولك لا لا هو مش لا الفلاح عادة الغاية متاعه غاية ربحية لكن الفلاح في الأساس مزال ما هو شفاها ما شمعناها في راحة البيولوجية راك يتنتج التماطم التقليدية راك مشبيحها ببلف وكي تنتج التماطم البيولوجية راك مشبيحها بخام سلاح يعني هي تقريبا نفس المعادلة اتبقى الإنسان يلوجع على الأكثر ربح والأسهل في الانتاج فقط لأكثر والأقل عندنا برشة فلاحة حاليا والذي يفكروا ثم الإخذاء المنحة هذائية والتجاه وتم ناسب ذات الانتاج بتاع الفلاحة البيولوجية الحقيقة هو ثم نقص متاع إرشاد من طرف الدولة لو كان الدولة توفر المرجدين ويفهموا الفلاحة وأنه الخيار هذائرة وخيار باهرة وخيار مربحة نجد تخدم فلاحة البيولوجية لكن اتجاه الفلاحة يكون أكثر من الموجود حاليا سعادة كنقوله فلاحة بيولوجية اليوم نقوله أكيد معنا منظومة بيولوجية متكاملة أو منظومات بيولوجية متكاملة كما التربية الجيج الحلازون زراعة الخضار الحقلية الأجر المثمرة القوارس في الأثناء فمش استراتيجية واضحة لأنهوض انت قلت لنا كلمة مهمة قلت لنا الفلاحة البيولوجية مستقبل العالم في الأثناء فما استراتيجية واضحة للنهوض بالفلاحة البيولوجية اليوم والله احنا كاتحاد ما شفناش استراتيجي ما هم طرف في الدولة اللي احنا ندعو معناها كاتحاد معناها كنقابة كمهنة ندعو الدولة الى مزيد التركيز على الفلحة التجيع الفلاح بصورة كبيرة الى توفير المنح الى توفير الارشاد يعني الحقيقة تم نقص كبير 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 ياشا نحسوا فيه وهو النقص هذا موجود على مستوى الفلحة التقليدية ما عاش نخصوا على الفلحة البروجية هم الفلحة اللي اللي يتعاطوا الفلحة التقليدية يعانوا من عديد الصعوبات فما بابدت بالفلحة البروجية هذا كاملاش احنا ندعو وظلة الاشرверж الى مزيد الى الاهتمام اللي لاس مخطرت بالفلحة البروجية لانه راه العالم الكل راه يتجاه نحو الفلحة البروجية واحنا في تونس الميزة متاعنا حاليا اذا كان نعطيك بعض الارقام العالم اجمع كالمساحة المزرعة بيوت معناها فلاحة بيولوجية 1% واحنا في تونس عنا 3% يعني احنا عندنا مساحة معتبرة حاليا معناها مغروسة فلاحة بيولوجية يعني شنو النقص النقص وانا الدولة تعمل استراتيجية وانا الدولة تشجع الفلاحة بيولوجية وانا الدولة تشجع الفلاح وانا الدولة يعني تشجع المواتب بشيشي هذا يحيلني ساعد السؤال الاخير قبل موعد الاخبار اليوم الناس يتسمع فينا يقولك وين نلقى المواد البيولوجية الخضر البيولوجي نحب نشري وين نجم نلقها وأسوامها قد يشتفرق على الأسوام الخضر التقليدي العادية والله أتقول بالنسبة للأسوام لا نجم لن نعطيك الأسوام تطلع وتعبد كبقية الخضر وكبقية الغلال الموجودة في السوق أتبقى وين يلجاها في المساحات الكبرى عادة الموجودة حاليا في المدن الكبرى كما السوسة كما الساقف كما العاصمة موجودة في المساحات الكبرى موجودة معنا برشة نقاط تبيع في المنتوج الفلاحي بقى نحن ندعو المواطنين إلى الاقبال على المنتوجات الفلاحية البولوجية باعتباره أنه منتوج صحي وأنه الإنسان في الوقت الحاضر راه ينجم يحافظ على صحته وعلى صاحب صغيراته ينجم يحافظ على بيئة نظيفة في حيث راه الفلاحة المواطن حتى هو راه ينجم يشجع المنتوج البيولوجي التونسي ونجم يشجع الفلاحة البولوجية التونسية من موقعه من موقعه مشكور جدا سعادة الكريم موضوع مهم برشة موضوع يعتبر حلقة نقاش الفلاحة البيولوجية اليوم هي كما قولنا مستقبل العالم ككل احنا مازلنا مواصل معكم في شرعة تونسي في حواراتنا نرجع لكم بعد موعد الأخبار